السلام عليكم مرحبا بكم خوتي بقناة سوق سيارات لا تنسوا اشتركوا في قناة فعلوا الجرس و دعونا جملة فيديو لكي تصلوا دائما بجديد تعنا تناول بعض المصادر الإخبارية عودة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات حيث قيل أنه سيتم قريبا إصدار مرسوم تنظيمي ليقوم بتحديد كيفية الاستيراد وتنظيم طرق وعملية الدفع لاستيراد هذه السيارات المستعملة رغم أن النسخة الجديدة من قانون المالية لعام 2022 لم تأتي بأي جديد يلغي أو ينظم المادة الواردة سابقا في قانون المالية 2021 فهل لا يزال القانون الوارد في 2020 و2021 ساري المفعول فيما يخص استيراد السيارات أقل من 3 سنوات وهل ستكون الإجراءات الجديدة حلا لنعش سوق السيارات في الجزاء كيفية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات ينص قانون المالية لـ 2022 في المادة 110 الوارد في العدد 50 للجريد الرسومية الصادرة في 30 ديسمبر 2019 على النحو التالي يرخص بجمركة السيارات الجديدة لنقل الأشخاص والبضائع بما في ذلك الجرارات وكذا السيارات ذات الاستعمال الخاص من أجل طرحها للاستهلاك مع مراعاة قواعد معاملة بالمثل تطبق أحكام هذه المادة على السيارات السياحية المتلازل عنها للخواص المقيمين من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنابية وممثليات منظمات دولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعمالة المذكورة في هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير شؤون خارجية ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير المنائي أما بخصوص استيرات السيارات الجديدة للخواص بأموالهم الخاصة فإن القانون لم يمنعه يوما وهو ساري المفاول القرار الوزاري المشترك لسودور المرسوم التنظيمي وقد ذكرت مصادر إعلامية نعملة استيرات السيارات أقل من ثلاث سنوات في مرحلة الروتوشات الآخرة استعدادا لإعادة إطلاقها وأوردت أن المديري العام للجمارك تزامنا مع فقية الوزارات المعنية بصدد تحضر لعودة استيرات السيارات الأقل من ثلاث سنوات وتتمثل في التحضيرات في تحديد كيفية الإجراء وتحديد طرق تطبيقه بالإضافة إلى التحضير لعملية مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعمرة وللذكر فقد تم تعديل الجزئية الأخيرة من القانون سابق الذكر وذلك في قانون المالية التكميلي لـ 2021 الوارد في العدد 58 من الجريدة الرسمية الصادرة في 8 جوان 2021 وجاء التعديل كما يلي تحدد كيفية تطبيق هذه المادة وكذا مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعمرة المذكورة في هذه المادة عن طريق تنظيم هذا في ظل اقتراحات سابقة للسيد وزير الصناعة الذي اقترح إمكانية الدفع برى تحويل بنكي للخارج من حساب بنكي مفتوح جزائري إلى حساب بنكي مفتوح أجنابي لاقتناء هذه السيارات كما أكد سابقا وزير الصناعة أن الاقتراح يوجب تحليب الشفافي لمعرفة مصدر أموال العملة الصعبة المدفوعة وكذا وجهتها ترجمة نانسي قنقر